السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي مازلنا في المحور الثالث Techniques for solving DC Electric circuits مع الجزء الأول طريقة النود Method إذن الهدف من السوبر نود هو مبسط في هذه الصورة إذن إذا كان عندي مصدر جود هنا هو خمسة فولت بين two nodes يعني بين هنا النود الثاني والنود الثالث فأستطيع جمع النود الثاني والنود الثالث في نود واحدة في عقدة واحدة تسمى السوبر نود والهدف من هذا السوبر نود هو التقليل من عدد المعادلات لاستخراج مجاهيين الجهد في السوبر نود في كل نود وتكون المعادلة المطلوبة في السوبر نود كالآتي إذن بصفة مبسطة هنا قلنا عندي سوبر نود بين النود الثاني والنود الثالث مثلا هنا لأنه عندي مصدر جود بين two nodes وبالتالي أقول في السوبر نود المعادلة المعادلة المطلوبة نطبقه على المثال التالي ألاحظ في هذا السيركت كم عندي من نود أولا عندي نود V1 نود V2 النود الثاني والنود V3 كل البرانش مرتبطة هنا بريفيرنس نود قيمته 0 فولت إذن المطلوب هنا استخراج في هذا السيركت قيمة V1 V2 وال V3 إذن أول شيء ألاحظه وأستخرجه مباشرة من هذا السيركت عندي هنا في V1 إذن مباشرة V1 تساوي 10 فولت لماذا؟ لأن هنا عندي V1 في الأصل ناقص 0 يساوي 10 فولت V1 ناقص 0 فولت يساوي 10 إذن V1 تستخرج مباشرة وهو النود V1 مباشرة يساوي 10 فولت ألاحظ في هذا السيركت قبل أن أقوم بأي معادلة يجب النظر جيدا إلى السيركت هل يحتوي على سوبر نود أو لا لأنه يقلل لي من عدد المعادلات ألاحظ عندي V1 قيمة 5 فولت بين النود 2 والنود 3 وبالتالي مباشرة كما بينا في السلايد الذي قبل هذا V2 ناقص V3 يساوي قيمة مصدر الجود وهي 5 فولت ألاحظ هنا عندي ثلاثة مجاهيل لكن عندي معادلتين فوجب لي إضافة معادلة أخرى لاستخراج المجاهيل الثلاثة إذن قلنا أنه V2 والV3 يكوناني سوبر نود عقدة هذه العقدة السوبر نود أرى أنه يرتبط فيها كم من برانش نحتسب نحسب هنا عندي هذه البرانش الأولى مرتبطة في السوبر نود هذه البرانش الثانية هذه البرانش الثالثة وهذه البرانش الرابعة فسأكتب قيمة التيارات في كل برانش أولا هل عندي current source مرتبطة في السوبر نود لا إذن أضع صفر يساوي قلنا عندي 4 برانش إذن أبدأ هنا بهذه البرانش كم قيمة الطيار هنا قيمة الطيار هي بقانون الأوم هو الجهد ناقص الجهد في آخر البرانش على قيمة المقاومة يعني في ثلاثة ناقص صفر على ستة إذن هذا قيمة الطيار الأول في البرانش هنا كم قيمة الطيار بنفس الطريقة هي الجهد الأول هذا لو في تو ناقص صفر على قيمة المقاومة ماذا بقي عندي الآن بقي عندي برانش برانش البرانش الثالثة هذه كم قيمة الطيار فيها هي V2 الملتصقة بالسوبر نوت سالب V1 على قيمة المقاومة وهي 2 أوم بقي الآن البرانش الأخيرة واستخراج الطيار الكعربائي إذن الطيار الكعربائي هنا في هذه البرانش هنا هذه بداية الجهد في النقطة الأولى النقطة الثانية اسمها V1 هنا V3 إذن V3 لأنها الأولى الملتصقة بالسوبر نوت إذن V3 سالب V1 على قيمة المقاومة وهي 4 أوم وبالتالي أرى عندي الآن ثلاث معادلات يحملان ثلاث مجايل لأستخرج قيمة في الأخير V1 وال V2 وال V3 إذن